موسيقى أسعد الله وقاتلكم مشاهدين الكرام بالخير والمحبة وهنا نطلع عليكم بحلقة جديدة من خلال شاشة وطن وبرنامج وطن اسبورت حلقة تلف بكل تفاصيلها وأحداثها لهذه الليلة البداية من أهم الأحداث ومباراة العراق والأردن هذه المباراة اللي بصراحة انصدم بيها الجمهور انصدم بيها الإعلام انصدم بيها المحللين الجميع انصدم بالأداء السيء اللي قدمه المنتخب الوطني وكادر التدريبي ما حدث بصراحة ما كان متوقع نهائيا على لا الجماهير ولا الإعلام ولا غيرها من خلال الدعم صار ثلاث سنوات ثلاثة مليار أنا صارف لمدرب من أجل أنه أنا أحقق تآهل لكأس العالم أنا كل شي وفرت للمدرب كل شي وفرت لللاعبين أفضل الفنادق أفضل التجهيزات أفضل الأموال وغيرها وغيرها كل شي أنا وفرت وأني اليوم الأردن أنا ما أقدر أتفوق عليه بأرضي وأمام جمهوري زين إذن أنا استحق أتأهل الكأس العالم وإنفزت على عمان أنا اليوم من ألعب أمام خمسة وستين ألف متفرج وما أحقق أداء مو نتيجة ما أحقق أداء شنو العمل اللي عملته كمدرب خلال ثلاث سنوات من أنت مدرب خلال ثلاث سنوات ما تستقر على خط دفاع مدرب يش شنو العقل اللي تفكر به بعدين هني أريد أسأل الجمهور اللي ظل لثلاثة أيام ينام بالشارع انحرم من أكل انحرم من شرب غلاء التذاكر وغيرها من أمور وتواجد بالملعب من وقت مبكر قبل أقل شي خمس الساعات ويطلع جنابك كمدرب تقول والله الضغط الجماهيري والإعلامي أنت منه أنت شنو قدمت للعراق حتى تطلع تنتقد من خمسة وستين ألف متفرج أنت منه يعني اللي بظاهرك حتى نعرف أنه أنت لا تحترم جمهور عراقي ولا تحترم إعلام ياهل يتحدثوا ياك أنت ما يعجبك أنت شنو أخذت الكأس العالم؟ أنت خفقت بآسيا أنت لحد الآن من طلع للاعب أنت لحد الآن ما ثابت على تشكيله أداء ونتيجة بمباراتي المتتالية ما عندك شنو قدمت الحد جاي العبدور الدعم جاي العبدور الدولة اللي موفرت لك كل شي جاي العبدور ولا أنت الفرصة اللي أخذتها والأمور اللي توفرت لك ما تتوفر بكل مدربي العالم وبكل بلدان العالم ما تتوفر إذا أعلامي حتى وياك بمؤتمر صعفي تدير وتشك وتزعل إذا زعلك رئيس الوزراء يصالحوك شنو أنت سويته؟ بآسيا طلعتنا بخطأ بثلاث دقائق خطأ أنت تتحمل مسؤوليته وخرجنا من آسيا وهي تصفيات كأس العالم شنو قدمت ليها؟ فلسطين بالقوة بالبصرة 1-0 عمام بالقوة بالبصرة 1-0 اخسرت من كوريا اتعادلت من الكويت وإجيت هسه ويا الأردن هذا الأداء السيء والهزيل وتطلع تنتقد الجمهور والإعلام تطينوا صور كاساس شباب تطلع تنتقد الجمهور والإعلام أنت شقدمت لي؟ أنت شنو مثل يعني أنت أفضل مدرب بالعالم أنت مثل خرجت لي فالعشر لاعبين للمنتخب أنت شنو قدمت ليها؟ ما أعرف البعض اللي يدافع لك أنت شنو قدمته؟ شنو سويته للعراق؟ صار لنا ثلاث سنين نحن نتحمل وندعمك ونكون معاك يدز علينا مستشاري دولة رئيس الوزراء ودعم وغيرها واجتماعات ولازم تكونون مع المنتخب وهذا من واجبنا تطلع عنتي بتصريح تقول والله الجمهور والإعلام ضغطوني؟ شنو تريد الملعب فارغ؟ ترمي فشلك على الجمهور وترمي فشلك على الإعلام؟ ليه الشيابة؟ ماكم مدربين؟ ما حد يقدر ينتقدكم؟ ما حد يقدر يوسر رسائل؟ الملايين هاي اللي أخذتها أنت مصعدني لكاس العالم تطلع لي أجيال أنت جاي بفلوس تعمل بالعراق تحترم رأي الجمهور وتحترم رأي الإعلام وأي شخص يتحدث إياك تحترمي أنت جاي بيك إحنا بفلوس جاي بيك تأهلني لكاس العالم وتحقق لي نتائج ما جايبك أنا أنت ياهل يحكي وياك ترده وما تستمع وما عاجبك أنت تقوم تقعد أنت محلل أنت ما دربت منتخبات وأهلتها خاف البعض يخاف ينتقدك لا ننتقدك إذا مو بالبرامج ننتقدك بمواقع التواصل وهاي رسالة أي مؤتمر صحفي رح يكون أنا رح أوجه لك سؤال أريد أشوف شنو القدمت للعراق أنت شنو مدرب صالك ثلاثة سنين ما ثابت لي على تشكيله على أي أساس صير شجاع أو أطلع قولي العراق ما بي لاعبين صير شجاع وسوي مؤتمر صحفي وقعد أعضاء الاتحاد ورئيس الاتحاد وناقش الفنيين والمحللين والناس المحترمة ما تطلع لي بتصريح تقول والله ضغط الجمهور والإعلام شنو يا بل الجمهور جاي عليك الجمهور جاي على العراق جاي على اسم العراق الجمهور ما جاي عليك لأن أنت مدرب العراق ألف واحد غيرك يقدر يدرب العراق ويحقق نتائج طيناك مكانة ما ناطيها لأي مدرب بالعالم لا الزيكو لا البتروفويتش لا الكتنيتش لا الغيرة وأسماء كبيرة دربة المنتقب العراقي من ذاك الزمن لهذا الزمن ما جاء واحد يستخف بالجمهور والإعلام وغيره منو أنت شنو قدمت ليها خليت أمري صعب خليت لي بموقف حرج ما أعرف أنتش تريد اطلع لي محمد الطائي اتلحب لي صفا اطلع صفا اتلحب لي سعد عبد الأمير هي هاي كرة القدم مباراة أصعب من مباراة جرب بيها وين عقليتك شنو لأني عيونك خضر ومن جايلي من نصبانية ما أعرف يعني ما أعرف يعني يعني أتساءل ليش الاتحاد ما يعمل مؤتمر صحفي أتساءل ليش من نخسر احنا يعوفون هاي الأمور ويروحوا لي والله يونس محمود يتدخل فلان يتدخل شنو يتدخل يعني هو ما عنده شخصية إذا ذول يتدخلون بي هو ما عنده شخصية عليه يطلعوا يكون شجاع يقول يابا فلان وفلان يتدخلون بي وماذا يخلوني أعمل كون شجاع واطلع كون شجاع 65 ألف متفرج عندنا تصريح أو مو تصريح من خلال المؤتمر صار سؤال إلك أريد أرجع عقب على هذا السؤال خل نشاهده مهمة جدا تتعلق بتوتر بعض اللاعبين وقال بأنه هناك الإعلام بفترة الأخيرة الإعلام والجمهور ضغط على اللاعبين كثيرا أنا أسأل ما هي رقية المدرب لتجهيز اللاعب فنيا يعني لاعبين نفسيا لأننا بالمباراة في مباراة آسيا الفريق بالشوط الثاني انهارها نفسيا بعد حالة الطرق كل فرق يطرد منها لاعبين طيب أنا أسأل ما هي خطف للقادم إذا احنا كل هذا هو جمهورنا وهذا هو إعلامنا كيف يتعامل الجهاز الفني كيف يتعامل الجهاز الفني مع اللاعبين نفسيا بمثل هكذا المباراة فيها ضغط كبير على المستويين الإعلامي والجماعيان شكرا 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 احنا مو نشتغل عندك نجيب لك طبيب نفسي احنا مو نشتغل عندك احنا من حقنا نتسائل كإعلام كصحافة كمنتقدين من حقنا نتسائل شكرا شكرا انت هل يحكي ياك ترده في آسيا سويت لك مشكلة وسويت لك سالفة والله كم صحفي وكم معلام ينتقد عملك والآن انت يحكي وياك صحفي يتحدث يقول لك شلون نعالجهم إذا هم نفسيا انت عبانين انت تقول لجيب لي طبيب نفسي شنو نشتغل عندك الفلوس العراق نخليها لك شنو وين رح تصعدنا شنو شنو سويت لي ياها انت يعني انا اطالب من دولة رئيس الوزراء او اطالب مستشاري او اطالب رئيس اللجنة الاولمبية انه توقفون هذا المدرب عن هذه تصرفاته هو ما جاي يعمل ببلاش ولا حبهم بالعراق جاي يعمل جاي يعمل بمليارات فيحترم السؤال اللي ينسئل ان ليه او يحترم الصحفي ويحترم الاعلامي او يحترم الجمهور ما يحترم الله ومحمد وعليه الف مدرب ينجيب ان كان هو ولا غيره ان كان هو ولا ملتزمة لحد يقول لي مو وقت نبدل مدرب ولا شي احنا مو من يوقع الفاس بالرأس نقول ايه والله صحيح مدرب ما يحترم اي شي لا يحترم جمهور لا يحترم اعلام لا يحترم اتحاد لا يحترم لاعبين شنو اريد افهم شنو انت اللي قدمت للعراق وهي شي شايخ علينة شنو لان عيونه خبر لان صباني ترى عندنا بالعراق هو يعني همين عندنا مدربين حلوين وعندنا مدربين عيون خبر وغيرها ترى عندنا هذا الشي طبيعي فهاي مقدمة لمباراة عمان عليك ان تصحح وتصالح الجماهير العراقية فوس حقيقي واداء وان لا غيرها ممكن يكون الكلام اصعب واقوى لان الجمهور العراقي لا انت ولا غيرك ولا اي شخص ينتقص منه او ينتقضي جمهور جايك من الصباح تحمل جوع وعطش وحار وقاعد لك سبع اثمان ساعات زين ناس من داينة فلوسه جايه ناس بالقوة وسطة للبصرة وانت تجي تقول والله مو الجمهور ضغطنا خلصنا عمرنا احنا نلعب برا ما طلع لاعب قال الجمهور ضغطنا تجي يسا انت تقول الجمهور ضغطنا منو انت شنو لقدمته وانه حديث اخر مشاهدين الكرام مباشرة تنرحب بضيف المتواجد داخل الاستيديو كابتن بقى كاظم حياك الله هو نوارتنا انت النور تحياتي اليك كابتن نبيل وقناة وطن اسبورت تحياتي اليك شفت اكذا حكت مو كلام مو منطقي انه اذي مرة احنا باسيا اتحدثت كابتن نبيل صار نقاش الاعلامين وصحف كل احنا ما ارضين عنهم من ناقشه وصار الامور وحرمانهم كل احنا ما ارضين قلنا لا ما يصير هاي مباراة وكل مباراة لها ظروفة وان شاء الله في المنتخب يعوض وينطل اكثر كنا انتقدنا الاعلاميين اللي كانوا موجودين هل سمني يقول اجيب لي مدرب نفسي هذا مو عمل لا الاتحاد ولا عمل الجمهور ولا عمل الاعلام ولا عمل الشخص الصحفي الي سأله هذا عمله هو عمله هو عمله اذا انت جاوز الصحفي بسؤاله اليه لا لا ما اجاوز هو كلامه منطقي بس هو هذا عمله ان انت مدرب شنو عملك انت شنو اللي تسوي انت اللي تطلع الفريق من الحالة النفسية انه تشوف نفسية تعبانة منهار انت اللي تطلع لاجواء تغير لاجواء انه اجي انا لو كابتن نبيل والمدربين يطلعوا لاجواء انت اللي موجود هذا عملك هذا شغلك هذا واجبك انت اللي تقدمه لللاعب بعد ما اعرف انه كلام كابتن كاسياس انه هواي قام صارت اخطاء بالمنتخب اخطاء كثيرة اولا استقرار المنتخب لاعبين انا من استقر من اسيا لحد مباراتنا الاخيروية الاردن هاي وحدة اثنيا مثل ما اتحدث كابتن نبيل تدخلات كابتن يونس او كابتن عدن او الاتحاد من يدخلون بالكادر التغريبي قبل هذا اريد يعني بعدين اتحدث عن يونس شباب قطوني صورة اللي كاساس انه من يتحدث عن الجمهور بالمؤتمر الصحفي راح اشوفك صورة قال احنا نريد دعم الجماهير 90 دقيقة اكي اوكي هذا يوم الاربعاء بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة يقول ضغط الجمهور اثر علينا هاي الصورة زيان هذا التناقش شنو وفعلا كابتن اليوم انت اذا لا سامح الله تخسر او تتحادل وجاي 65 الف متفرج تقول الجمهور اثر علي وانتبه لدك بالبداية احنا نقول هادرك اللي جمهور اللي اجا من زاخه والفاو من الفاو والزاخ تعرف انه انت ممكن كابتن ابي شفت العالم بايته بالشارع وتنتظر منامه 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 من التسعين الحد الفين هسا واحنا بيها الخمسة وعشرين احنا متواجدين من ضمن المنتخبات في كاس العالم من ضمن المنتخبات الاولى زيديش انت تلعب بارضك بجمهورك الوضع انه انت متتكلم تقول ضغط الجمهور انت بالعكس انت الجمهور هو رقم 12 لك بالمباراة صح والمنتخب لو مكو جمهور ماكو منتخب ما لهوية انو هسا انت دstesung شوف كل هالمعاناة وكل هالمستور دي قدم المنتخب وياد جمهور ما دي قدم مستور بالمباراة نعم كابتن احنا نشوف كابتن احنا من بدينا لحث هذا اليوم انه كابتن كاسياس حتى المدربين اللي اجوا و اللي عملوا مااخذوا الفرصة اللي موجودة اللي كابتن كاسياس احنا من تلعب اليوم بأرضك و جمهورك و دعم الوزارة ودعم رئيس الوزراء ودعم الاتحاد ودعم الأولمبيا ودعم وزارة الشباب ودعم حتى شوف التكاتل شارع رياضي بيوم المباراة المنتخب الوطني شوف الشارع يفرق كلها شوفها موجودة بالمتنزهات وحتى البيوت كل العالم حتى بالدوار كلها فرحانة بالمنتخب اليوم يلعب في أرضه بين جمهوره ونحن نبحث عن ثلاثة نقاط أنه كانت المهمة أنه أنت خسران مع المنتخب الأردني بآسيا تجي تلعب يوم في أرضك أنه مباراة بس أنت السؤال الكابتن كاسياسي أنه إحنا نذب اللوم نقول على كابتن كاسياس لا اللوم على الكاسيا كابتن كاسياس قادر التدريبي واللاعبين هناك هذول هم اللي يتحملون مسؤولية هذا الـ 45 ألف 65 ألف يتحملون مسؤولية العراق كلها هم هذول اللي يتلاعبون شون ما نقول بالأحصاب بالروح هم اللي يتحملونها المدرب أنت تدري عندنا صورة يمكن لأعداد الجماهير كابتن بهاء أكثر أكثر جمهور حضر بهاياته 65 ألف العراق والأردن أندنوسيا 60 ألف 27 بقية المنتخبات أكثر جمهور حضروا بمباراة وتطلع قد مدرب يقول لي والله ضغطني يعني أنا ما أعرف ما أعرف وين المسؤولين ليش ما يطلعون يردوه هو أولا يقول ضغطني الجمهور أو ضغطني الإعلام هذا مبرر من وما دعمه قبل المباراة هو أصلا قبل المباراة هو إن كان قاعد مو كان كان قاعد يجمهور مطلعه إلى صورة قاعد بشارع ابو نماسي مع الجمهور أنه لو من جمهور من يل يعرف كاسياس أنتسى بالشارع من يشوفه قبل أن يأتي العراق لو من جمهور تعرف كاسياس أنا يعرف أنا يعرف أنت اليوم من يل يعرف فلان وفلان فلان لو موجه مهور أنت اليوم أنت ألمنت لعب كرة قدم غير تفرح جماهيرك تفرح بلدك أثنين أنت الدعم هسا تفضلت فيه كابت النبي دعم من رئيس الوزارة من الحكومة من الاتحادات كل اللي موجودة دعم للمنتخب الوطني محل ما تلقى هذه وحدة هي فرصة أنه كمنتخب عراقي لصعود لكاس العالم هذه فرصة ما تتعوض زيان أنه أنت من ثمان مقاعد ونص أنت ما تحصل لك بطاقة صعبة هذه وحدة اثنين كابتن لو نرجع نحن على وضع كابتن كاسياس من مباراة عمان لحد مباراة الأردن ما مستقر على تشكيله وما مستقر على لاعبين أنت لا تجي من عمان للكويت خمس لاعبين أبعاد من الكويت الفلسطين خمس لاعبين أبعاد من الفلسطين الكوريا خمس لاعبين من الأردن راح نلعب ويعمانهم خمس لاعبين زيان برأيك أنت مدرب ودرب شنو السبب؟ ما مستقر هو مدرب ما مستقر يدخلونه بعمله؟ لا لا كابتن شوف أي مدرب أي مدرب من يدخلونه بعمله كان من يكون كابتن ما حد يدخل بعمل كابتن كاسياس زيان أنه هو اللي بباله قاعد يسوي وقاعد يأتخذ اثنين كابتن هو عند دخطاء احنا مر نشوف انت هسا تغييرات هسا قلت لك من الأردن راح نلعب ويعمان ويعمان راح يغير أربع لاعبين أربع لاعبين راح يغير بين جلال وبين أحمد باسر راح يصد إلى جلال شافر راح يصد جلال زيان عندك مصطفى سعدون ما راح يلعب بالمباراة عندك بين اللاعبين أمير وعندك سعد عبد الأمير وعندك أمجل عطوان راح واحد من أيتهم راح يقد زيان عندك علي جاسم ما راح يلعب انه شوف انت بعد تغيرات راح تروح انت بيها هو ده يصعبها على نفسي كابتن هو ما مستقر انت شون تعرفه ما مستقر هو وضح للعالم ووضح للشعب العراقي كله وضح له انه أنا مدرب ما مستقر هو وضح نفسه هو كشف فرقته قل لي شون كشف فرقته انت من ساحب حراس اثنين اثنين حراس انت ساحب لو لا صح وجلال واحد رقم واحد هو الأساسي وعندك فهد طالب وعندك علي هل معقول انه تسحب أحمد باصل أحمد باصل لجي انه كل احترام من حلكات وقدم الولد والله وفقه احنا ما نجع نحصل على مستوى لا لا انت من تجي انت ساحب هذول اثنين وتجي تسحب أحمد باصل وينزل أحمد باصل يصد أساسي انه انت وين المقارنة وين الفكر اللي يتعدك فكر انت في صفانيا مدرب على مستوى عالي انت هسن المنتخب العراقي كل مدربين عالم كل مدربين عالم يتمنى يقود المنتخب العراقي من عنده هيتش قاعدة جماهيرية وعنده هيتش هذا الدعم هذا الدعم صح كلها انه كلها كيف زيان انت هسه هذا اي مدرب محلي اي مدرب هسه احنا المحليين اللي موجودين اللي عندنا العباقرة كل اللي موجودين هسه بالدور الدور النخبة حتى بالدور المنتهز اي مدرب يقود المنتخب يصعد المنتهز حتى في هاي المباراة المقبلة احنا ليش المدرب المحلي من دعمه ليش دعمناه كافتين كاسياس وما قابل نستشير خير بما المدرب المحترف خلينا خاف مدربينه صار عليهم ضغوط او من الجماهير انت بالعكس انت لازم تفرح انت اليوم من اللي ساندك كافتين كاسياس جمهورك ساندك انت اليوم لجمهور ما يسندك انت ما رح تبقى ما رح تبقى انت هسا تتوقع كلامه هو هذا مو مؤثر عليه بس احنا عدنا تعرف العراقين عدنا عاطفة انه انت هذا الكلام هو الانضغة احنا من رح نلعب ويا لكويت نلعب ويا لكويت الجمهور رح يصفك الكافتين كاسياس لا ما رح يصفه ليش انت 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 دبحته انه انت من تحجي هذا الكلام دفحته الكافتين كاسيا دبحت جمهورك هذا اللي اجاك وساندك من زاخر للفاو وللبصرة بالملعب خمسة ستين الف من تفرج زين الخارج الخارج تلت تيام اربع تيام زين والعمل اللي موجود العمل الجهة الامنية الدولة الحكومة كلها نرجع النقطة رئيسية كلام كاساس على الجمهور بعد جمهورنا لا يصفق لا يقاضر لا بالبصرة لا بشارع لا بشي هو كامتن هو لاسم يفكر انا افكر مسافات بعيدة انت عندك مباراة صح انت عندك مباراة لكويت انت جوز ويا عمان ان انت راح تقول شو نح تغلب عمان انت سخليتنا صح خليتنا محكة صعوب انه انت راح تغلب عمان عمان صال عنده نقاط مقاربة اليك عمان يغلبك انت صير صير رابع صح انه انت راح تظل تنافس ويامن تنافس ويا فلسطين ولكويت زين واثنين خلانا نرجع نتندم انه شوف لا ترجع كابتن سينيارو مال 93 94 خسرنا مع الكويت ويا كوريا شمالية فقدنا ثلاثة نقاط احنا ويا كوريا لو عدنا نقطتين ما اخذين انت عادل احنا صاعدين لكاس العالم صح هسه راح نرجع هسه احنا فقدنا تدريش قيد فقدنا سبعة اثنين ويا الكويت اثنين ويا الاردن وثلاثة ويا الكوريا انت سوي لكويت كابتن انت سوى لاردن انطينا انطينا اكبر من حجمه سوى السعن الاردن انت لا تجي المنتخب اللي قدمه ويا اليابان زين انه ترى لاردن مو المنتخب اللي خوفك هي حتى كوريا مذاكى المنتخب كوريا مذاكى المنتخب بالنسبة لما توفر لك السعودي مذاكى المنتخب صح قطر مذاكى المنتخب انت مستوات المنتخب تريد دا تقولك كاريو متعادلة يا فلسطين هم ما دايقلولك تعال اخذ بطاقة هم ما دايقلولك صح هم ما دايقلولك تعال اخذ بطاقة اصعد المنتخب العراقي انتم صعدوا تستاهلون زين عدكم هيكي جمهور عدكم هيكي ملاعم عدكم هيكي دعم انتم تعال اخذ انت كارتن هس المدرب السعودة شين الغير من يحجسه بنقله على الحالة النفسية والمدرب السعودة شين الطهم هو جال لخمسة يام ستين طهم داعم معنوي دائما يحجون على حكيم شاكر يقول لك حكيم شاكر ومدرب حكيم شاكر يتعامل نفسيا يعرف شون شون يحتوي اللاعب يعرف شون يخليه قاتل والدليل بعض اللاعبين يعني طلعوا طلعوا بلقاعاته وحجة ووليد سالم وغيره وغيره باللاعبين حكيم من يحجويا بالفعل يخليه طب للعبة ينطيل يريده انت هسا من اجي مدرب السعودي احنا اقرب الناس هو احنا نتكلم عن المقطع اللي هو قال له اللي سئله الصحفي انه انت المدرب السعودي من يجي شون طل اللاعبين انت دعم لهم نفس اللاعبين هم نفس الاختيارات ونفس التكتيك لعب بي انطهم دعم المعنى ودعم النفسي قالهم انتم قويين انتم السعودي انطهم شحنة قوية نزدوية سرالية كانوا هم عدتهم هوية البطل ورجعوا لهوية البطل هم يستاهلوها رجعوا وقدموا مستوى ولعبوا وارثوا وعد أكثر من سبع لاعبين بعيدين مصابين انه هو قبل المباراة انتم مدرب تجيبها قبل المباراة بخمس تيام بستة يام يصابون عنده أحسن لعبين انت كابتن كاساسي احنا لو نمر بي في الظرف السعودي اشي تسوي احنا لو واصلين لكاس العالم شي تسوي لو واصلينه في الدرب مع مرات لاث مرات هو يحتيع جمهور ترى جمهور ما يخليه يطلع خاف انه ما يخليه يطلع بس جمهورنا قلتك عاطفي تمام ما يحدث الآن من هجمة على يونس محمود يعني اني استغرب انه يونس يدخل بالتشكيل هس البعض يا هل تحكوا ياه يقول لك انا اسمع والله يقولون يونس يدخل هسا تطوني دليل حتى انا اطلع افضح يونس محمود انا نبيل طارق اطلوني دليل على تدخل يونس محمود حتى انا اطلع افضحة اطلوني فالدليل عليه انه شون يدخل شون يفرض لاعبين شون الاحد يقول لي والله جاب فلان وجاب فلان وجاب محليين لا 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 ترى ماكو واحد ما يتمنى المنتخب يغلب بس عاني اقولكم شغلة واحدة اليوم اذا يونس يدخل يعني كاساس وكابتن عدنان درجال ماعدهم شخصية خلكون واقعوا ياكم لان دائما يطلع الكابتن عدنان درجال يقول كاساس ما يقبل احد يدخل بعمله وكاساس طلعب اكثر من اللقاء قال انا ماحد يدخل بعملي زين انا هنا اتساءل هل يعقل صار يوميا هجم على يونس محمود وهو عامل بمنظومة اتحاد والاتحاد يستنكف ينزل بيان ترى ما لا صحة هذا الكلام من تدخل يونس محمود بالعمل الفني لكاساس سيليش ما تنزلون التبيان وتقولون يا بترى كابتن يونس محمود رجال قدم للبلد وهي لكن هو كرجل ما يدخل انتو لو هذا الموضوع صار على كابتن عدنان درجال ما كان ورا نص ساعة نزلتوا بيان زين ليش اليوم مني يصير على يونس محمود او غير شخص ما تنزلون وتبررون ليش من طلعوا وقالوا كل عضو اتحاد ستمائة بطاقة ما طلعت وبررت وقلتوا لا يا ابا كذب ليش اكو امور يعني احنا ما نريد نحتي بيها بعد لانا اكو مباراة بس صدقوني اليوم حب مو اني احب وكره حب وحتي وكره وحتي يعني كابتن بصراحة والطلبة لكم موقف ويا يونس نوعا ما يونس يدخل ابا ابو ذنون والله ابو ذنون انسان محترم انسان شجاع ولو يدخل يطلح هو بالقنوات او هى يطلع القنوات يطلع اذا كان يدخل وهو داعم للمنتخب الوطني وداعم لللاعبين يونس محمود داعم لللاعبين كل اللاعبين انت من احسان واحد من الناس بان اشوف يونس محمود افتخر به ازين اولا نجم من النجوم اللي احسن لاعبه باسيا انسان محترم ثقافته عالية دينة نصائح لللاعبين متواجد مع وفد المنتخب مو متواجد ويه المنتخب الوطني ويه المنتخب الأولمبي ويه المنتخب شباب ويه المنتخب الناشئين ويه المنتخب الأشباب كل متواجد كابتن يونس حتى من تروح للاتحاد أو أي بكان يكمل لك أي شغلة اللي يتريته زيان اثنين هاي الهجمات اللي يصير على كابتن يونس كابتن يونس متعلم لها حتى من كان لاعب من كان لاعب كان يقول يونس يتدقل مع المدرب ويونس يقول هيك ويونس يقول هيك وقال فلان هاي متعلمنا كابتن يونس بالعكس كابتن يونس نجم ومكانا في المنتخب الوطني وفي الاتحاد نتمنى من الهجمات اللي صير على كابتن يونس اقول كافي كافي على كابتن يونس شوف هنا ما يتكلم وما يتحدث وانتم تأخذون هاي الهجمات اللي عليه كابتن اكون شغلة واحدة شوف هم اي واحد اللي ريد يطيش يتجهوهان على كابتن يونس حان لموهو يطيش انا سأريهم مادحدث يريد يطيش شون يطيش يطيش يجيب طاري فلان وفلان بالاتحاد اللي ما له اسم لا انا اطيش باسم كابتن يونس كابتن يونس كل العالم يحبه كل الناس يتحبه زيان انسان معدل ذهب صافي انسان محترم لشخصيته ما للتدخلات كابتن ما للتدخلات كابتن عدنان او كابتن يونس من حق انه يدخل من حقهم اولا كابتن عدنان مدرب قبل لا يكون هو ولاعب دولي ونجم كابتن يونس نفس الحالة نجم ويعرف اوزان المنتخبات يعرف اوزانهم ويعرف المنتخبات شو مربيها اتدخل مع كابتن كاساس هذا من حقه اثنيا اكو تقدر انا وجهة نظري اقرب اللي موجودين احنا على تصريح يطلع من الاتحاد لا اكو تصريح ممكن مو يطلع من الاتحاد مشرف الفريق اللي كابتن مهدي كريم يقدر هو مهدي كريم يبرر هذا الموقف انا شفت لقطة الكابتن مهدي كريم بصراحة يعني شوفوا انا انا اشوف كابتن مهدي يعمل ويشتغل ويشتهد وليلو نهار والله يعني انا حسى حتى حارس على اللاعبين بس ما اقوله كابتن مهدي كريم انا ممكن تحسب علي ما يدخل مع كاساس ويقول له هذا صح هذا غلط كابتن هو الاقرب الى الكادر التالي انا هسا احنا اتكلمنا على كابتن عدنان ويونس لا كابتن مهدي يدخل يدخل من حقه من حقه يدخل له من حقه ان يدخل لا 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 من حقه يدخل اولا هو من ضمن مو مشروفر هو من ضمن كادر التدريبي اولا اكو نوبات لاعب يمكن ادى اصابة ما يقدر يلعب مباراة يقدر اكثر شيء قريبا ان من قريبا لكابتن مهدي كريم يقدر يقول له انا كابتن ما اقدر العب انا ما اقدر افنان هذا من حقه اثنيا اكو وجهة نظر كابتن احنا موجودين كل احنا مدربين منصر اليوم اختيارنا الكابتن احمد باسل كابتن مهدي كريم متواجد بالاختيار متواجد زين يعني هو مدير فريق انا اكثر من مرة سألته يقول انه ما يدخل لا لا احنا مو يدخل مثل يقول له كابتن ينزل تشكيله او هذا الاعمل يضطي رأيه يضطي رأيه بتواجد هاي وحدة حتى لو مدير فريق يقدر يسمع لا يريد يسمع مثل كلام انا اسمع مثل الانطاني وجهة نظره كابتن يونس الانطاني وجهة نظره كابتن عدنان اسمع ترى كابتن حتى المحللين والاعلام ما انه ترى دارك وفاهم كل الزيح انا ترى يعرف انه مبارات شيء العام انه انت لا تقلين انه ما احد يعرف وما احد ي لا لا كابتن كاترة ولا بالفنانين ولا بالنجوم ولا بكرة القدم كل كل شيء ازيان انه ترى العراق مو سهل ازيان بس انت تعرف كابتن اكو اكو امر انه انت كابتن مهدي كريم لازم يوصل معلومة انه يعرف ممكن تقول لكابتن كاسياس باللغة العربية ومقوي يقدر يوصل لكابتن مهدي ترى يقول له هذا الجمهور هيشي المدرب لاعب هيشي فلان هيشي نتمنى احنا نتمنى على قولتك يصير اجتماع او المناقشة مدربين على مستوى عالي ومصحفيين على مستوى عالي يتناقشون مع الكابتن كاسياس نشوف ننتقى ارانة خلي يستمع خلي يقعد نسمع ارانة علمونة تبرر ان تتبرر كل مواقف الاتحاد زين كل مواقف الاتحاد اثنين كابتن الهجمة اللي يصير انا اقول له كل الهجمات اللي يصير دائما يصير الهجمات على كابتن يونس او على كابتن عدنان او على الاذال الاتحاد ويطلعون كاساسة من الموضوع حتى يطلع كاساسة من الموضوع غاية واحدة اثنيا حتى لهم تلاعب البطائق يذبون البطائق يقول لكابتين يونس أخذ هلقات أنا شو بيتها بالخليج كابتين أفنان أخذ هلقات ماكوهيش مصار والله العظيم كابتين ماكوهيش مصار أنا شو نوم كابتين يونس محتاج للبطائق الأستاذ علي جبار محتاج للبطائق لو فلان ما يحتاج لكابتين زين أنه أنت أكون أمور انتحق للجمهورة كانت الغير تفكر بجمهورك تتحق من ثلاثين مباراة وتفوز ترفع راسك تخسر تقول والله حق الجمهور ومن حق لا لا أنت أعمل ويا كابتين كاساس خلي النقاط حروف يا شو يقول لك عضاء الاتحاد كل أحد يأخذ ستمائة بطاقة وما أكو كابتين هي شي عضاء الاتحاد الستمائة شو يساوي بيها نروح يتاجر بيها كابتين شو يساوي بيها الستمائة أنا أقول لك إلا أخذ بطاقة بطاقة أصدقائها موجودة لا ترى وصيروا ينطون يعني الناس ينطون كابتين موجودة أنا خابر أيوة أنا سأخابر كابتين يونس أخابر كابتين علي جبار أخابر كابتين يحي ينطون بطاقة خابر كابتين غانم عريبي بالعكس ما يردوك أنت هسا من نوعات كابتين تجي تتكلم على الاتحاد أنت تقول فلان شو فلان بالعكس الاتحاد مفور كل شيء مفور إلى على مستوى مدربين أو علاميين أو كلها مفورها من أجل مهمة المتخب ترى كابتين مخلين صعودنا الكاس العالم مية بالمية أنه صعب على المتخب العراق ما يصعد الكاس العالم زين زين هاي مال هاي الهجمات والبطايق والهاي شي تفسرها هاي هم كابتين قلت لك أنا هاي يردون يطش بمن يطش هذا يريد مع يونس محمود هاي الهجمات انت اليوم كابتين انت اليوم انت تشوف المدرب كاساس يعني هاي من أجل رفح الضغط على المدرب ايه اوه كابتين انت المدرب شين هو رفح الضغط أنا شير رفع عنه وش سأوي هلا هو اللي يقل لي الصحب يجيب لي نفسي انت يجيب لي انت شو ناري لا والجمهور هو سبب الجمهور الجمهور هو سبب النتيجة النتيجة ايه من 12 الظهر حضر عن جنابك ويهووس لك ويطلع لي لاعب يقول لي يقول لي لا مو الجمهور يتعب لا شنو الجمهور يتعب يعني انت انت أداء ما عندك أسست بالملعب ما عندك محاولة ما عندك شو تريد الجمهور شو يسوي لك شنو مأجرهم شنو مو بشر يظلي يدق لك سس ساعات سبع ساعات وانت سنتر شو تما تسوي لي خطرة ما عندك كابتين بارحة جمهور برتغال بمن احتفل احتمل بخامس قول صح احتمل ما الكريستيان ما الكريستيان احتمل بي كريستيان منسجل هذا الهدف ومن رح رح للجمهور رح للجمهور انت هو متعة كرة القدم هو الجمهور هس احنا انا سأدرب اكاديمية عمو باب ادرب لا ما اشوف ببهات اللاعبين ما يصير لواسي من اشتغل صح ليش انت تشوف الناس تقيم عملك تقيم شغلك انت تريد على قوتك مثلا تحدثت تقول تريدها مغلق بدون جمهور ما اقول هيت ما اعرف تريد نرجع نلعب بغير بلدان لا لا ما يقدر هو سوى سبب مشكلة للجمهور هو جاب مشكلة خلها نفسها ويجمهور هو طب بروحها من مشكلة اولا انت لا دام سؤول عنه مستوى المنتخب موزيا صح انت ليش انا اذبهم للجمهور انت احسال مستوى كل احنا اللي بيين دنقول علي موزيا وانت تقول الجمهور لو الدقيقة 94 صار هدف الملعب يوقع لو ما يوقع بهذا الوقت كابتن الدقيقة 94 وتت قول اي لا عابي قول بالدقيقة 94 على المنتخب الاردني شي يقول كابتن كاسياس انهم حاضر يقول الجمهور غير يوقع الملعب عالم كان منتظره كابتن مناله بالكرادة وابو نواس بحيقور كل المكانات كابتن بزيونة كلها بالمنصور منتحاضرين كابتن منحاضرين الاعلام والسيارات ومزينينها منتظرين منتظرين الفرحة الاخر ما صفر الحكم انت تجين وتتلاعب بعوطف الجمهور اش رح يصير بمباراة عمان صعبة مباراة عمان صعبة هو اولا لازم كابتن كاسياس يفكر بلعبة عمان يعوف كل شي يعوف كل شي الى يفكر اعادة محبته للجمهور فوزة على عمان زيونة انا عالم شنو كابتن انت المنتخب الاردني اللي اجي بي راد اخذان منك ونتمنى من كابتن كاسياس هسا نحش بالعمل التكتيكي اللي رح يهيري هو اللي اديه هو ادم مباراة الاردن عمل تكتيكي دفاعي بحثه انه هو الرائد يطلع بنقطة مو جاي المنتخب الاردني يطلع بنقطة والدلالة حتى طريقة اللعب اللي لعب بي هو لعب اربع مدافعين تلت لعبين على مستوى ارتكازية هم زيون ما عندك صانع العاب انه اثنى شطة اثنين واندرت بايش خليت على اليمني انه تقلل من خطورة المنتخب اللي وردين على جهة اليسار صح هذا انت اللي جيت بي كافتن كاسيات الا تجي انت تقول انا اللي عبت بطريقة اربعة اثنين ثلاثة واحد اولا انه انت ستايل سعد عبد الامير وش اسمه وامير وامجد ثلاثة مستايل ارتكازية ثلاثة مستايل بطي انه انت ثلاثة ملي ما عندك مثل لاعب صانع العاب ثاني شي احنا نوبات نتكلم نقول على محمد قاسم على قوقية على كرار على شي اسمه اللاعب الطلبة حتى مساحبة هو ورجعك هم اللاعبين اللي صانعين العاب انت ادك بالعراق ادك كوي صانعين العاب ادك ادك احتياط عامرة زيان اثنين اني حتى نوبات نساء اللي احنا من نقعد كل البكانات اللي نقعد بها انه بس اعرف علي حمادي انه هو من تسحبه وتجيبه ويلعب في دور انجليز هالمستوى مو زيان مدى يقدم مدى ينطي انطي انطي فرصة خلي يلعب انطي طي فرصة تخلي لعب ثاني شي انت من التحب الورديني تستحق انه تلعب مهاجميا تستحق تغير طريقة اللعباتك بس احنا حافظنا والدلالة انت شفت كاتن الشوطة الاول مع منتخب الورديني من اسوأ الشوطات اللي لعبنا بيهم ومروا السنين كلها مزين فريق خايف فريق مهزو ترى لو مو جمهور اللي هو تكلم عنه لو مو جمهور ترى المنتخب العراقي خسران مزين نتمنى ويا عمان عمان صار اتا حافز عمان راح تدور على البطاقة ليش انو دخلنا اسحن هنا حتى شبتاني تصريح الكابت ان احمد الموسوي قال احنا كوريا بتأدوا عنه احنا ضلينا ثلاثة بلدان العربين نبحث عن بطاقة انو دخلنا قبل تصريح القبلة اللي همس كان عضوها من عضو للاتحاد قال احنا بطاقة واحدة ان شاء الله نحسمها معه منتخب الاردن نبتعد معه من المنتخب الاردن هسا جبنا جبنا المنتخب عمان دخلنا بالبطاقة اللي تهيل صح اذا غلبك عماني صار تسحة صارت واقعية وصارت صعبة وانت كابتين انت تتوقع انت فكر بالاردن انت فكر بالاردن انت مباراة مالتك انت مباراة الأردن بتاعه أنت اليوم مباراة الأردن لو غالب الأردن ممتعد عنا بتق revised ترايح بعيد إنه أنت ما حتفكر به هسه دخلت بحسابات حسابات مين حسابتهم هسه دخلت بحسابات العمان والأردن أهحا أنت دخلت بي حسابات آخر آخر تفكر كابتن عندك مباراة ين صعبة أنت تقالي ترى الكويت عبارة عن بس مجرد اسم الكويت بس عندك كوريا ها مباراةين عندك صعبة عندك كوريا وعندك الأردن كوريا راح يلعب بأرضنا كوريا مصيد راكاتي والدلالة حتى من شاهات المباراة انه يعرف شوك تيسجل المدرب المدرب ملاعبي نزل لاعبيا سجل ثلاثة خلصة المباراة يعرف شوك تيسجل شوك تيروح شوك تيلعب شوك تيضغط شوك تيهاجم يعرف المدرب قاريهم قاريهم للمتخبات المدرب اللي ما يقرأ فريقه وما يقرأ فريق الخصم انا الصور لا يدرب صعبت اهو النصار اكيد صعب كابتل انت بعد عندك مباراة مع الاردن مباراة فاصلة راح تكون احنا ما ردناها تكون فاصلة احنا ردنا نبتعد عن الاردن بهاي المباراة نروحوا يا عمان تلعب اللي انت موجود راح تجيب معنوية عالية والدلالة تصريح حتى كابتل ايمن قال احنا مباراة الفوز ما تقبل القسم على اثنين شوف وين دخلوا اللاعبين هسا دخلوا بدوامة اصعب صح هي مباراة كوريا مباراة الكويت صعبت مباراة كوريا مباراة كوريا صعبت مباراة لاردن وهسا ما لاردن ما العمان مباراة صعب من الاخرى تكون هاي الدلالة يتحملها المدرب يتحملها المدرب اولا المدرب هو صاحب الاختيارات اللاعبين المدرب ما مستقر على تشكيله كاملة المدرب يريد يطلع يطلع باقل نتيجة وما ينطي هدف على مرمى يلعب هذا الزخم الدفاع على المدل يسجلون عليه هدف وشوف الدلالة التغييرات متواجدة يوم على يوم تمام رسالة اخيرة لمن توجهها انا اوجه رسالة اخيرة لللاعبين وللكادر التدريبي عليهم انه يفكرون ننسى نطوي صفحة الاردن ونعوف الكلام اللي قاله كابتن كاساس على جمهورنا احنا كل احنا المدربين والاعلامين والاتحاد كل احنا نحتضر من جمهورنا انه كل احنا مقاصرين لجمهورنا خلينا نفكر مباراة عمان اريد اتمنى كون جمهورنا ايد وحده اعلاميين ومدربين ومحللين ايد وحده لمتخبنا الوطني على لاعبيننا المحليين والمحترفين عليهم انه يفكرون بالعراق اسم العراق انه اهم شي تخلي انت اقبالك العراق تذكر انت احنا لأول مرة نصعد لكاس العالم من حقنا صانا سنين مصعدين اكثر من ثلاثين سنة خمسة وثلاثين سنة مصعدين لكاس العالم زين ونتمنى ان شاء الله لعبة عمان انه انت شازها وانا اللاعبين قد المسئولة صح ضعضعت بعد صارت عد الجماعتنا وعد العلامين وعد الصحفيين وكل اللي موجودين والمدربين وجمهورنا خاف من منتخبنا تمام انه كانت عدنا لروح انه نكون احنا من ضمن البطاقة الاولى هس منتخبنا خاف دخلنا عمان ودخلنا الاردن طيناهم قوة من قبل المنتخب مو من قبل المنتخبات بقية من قبل المنتخب العراقي ترى اي منتخب يلعب ضد المنتخب العراقي لا يغلوب ترى صير الفريق اللي خصم اللي تلعب بها رح يصير قوة عليك تمام تمام انا جدا اشكرك اشكر تواجدك وشكرا لحظورك لا بالعكس اي لحظة لي انني موجود وانا والنعم شكرا لك اخونا وعزيز عينينا شكرا لك شكرا مشاهدين الكرام هذا ما يسمح به وقت البرنامج حق الرد مكفول لأي شخص اذكر اسمه بالبرنامج نتحدث عنه منبر مفتوح لكل من نتحدث عنه وبالنهاية نتمنى فوز سود الرافدين يوم الثلاثة ان شاء الله في مباراتهم امام المنتخب العماني هذا نبيل طارق تقبل وتحياته وتحيات كذا العمل الى اللقاء اشتركوا في القناة